قائمة نضال كريم المهدية في خصوص البرنامج الذي سأسعى إلى تحقيقه للأهالي في المهدية ولكل أفراد الشعب التونسي فإنه يتمثل في الآتي النقطة الأولى مراجعة قانون الترشح لانتخابات الرئاسية بحيث يتضمن هذا القانون شرط علمي ويقصي القانون بشكل نهائي كل من كان مسواه العلمي متدني يجب كما ضمننا في الفصل المتعلق بترشح انتخابات الرئاسية شرطا يتعلق بالسن وشرطا يتعلق بالتسكيات وشرطا يتعلق بالمبلغ المالي مع المحدد يجب تضمين هذا الفصل نفس هذا الفصل شرط علمي يشرف هذا الشعب ويشرف الدولة التونسية في المحافل الدولية لا يجب أن يصعد إلى سدة الحكم في تونس رجل بلا مستوى الأخلاقي بلا مستوى علمي بلا مستوى وظيفي يجب أن يراجع هذا الأمر كما يجب توظيف تضمين هذا الفصل شرط أخلاقي يتمثل في بطاقة رقم ثلاثة بطاقة سوابق القضائية العدلية القضائية وما إلى ذلك هذا النقطة اللولة في خصوص النقطة الثانية يجب الترفيع في حجم في مستوى السيادة الوطنية حتى تبلغ المستوى المطلوب المتعارف عليه دوليا المتعارف عليه الدوليين لدى كل الدول ولدى كل الشعوب والأمام النقطة الثالثة وهي التي تخص ولاية المهدية ضخ القدر الأقصى من الاستثمارات وبعث المشاريع بلا حدود في هذه الولاية حتى نوفر فرص عديدة لطالبي الشغل أنتم كلنا نعلم أن البطالة هي أم الخبائث المشكلة الأم في الاقتصاد التونسي وفي المجتمع التونسي هو مشكلة البطالة إذا ما تمكننا من حل هذا المشكل فإن مشاكل فرعية هي نتيجة مشكل بطالة سنجد لها حل طاقة الشراءية مشكل السكن مشكل النقل مشكل جريمة وما إلى ذلك الذي يتزايد يوم بعد يوم وعليه فإنني سأسعى في صورة فوزنا في هذه الانتخابات أن أوفر القدر الأقصى من الاستثمارات في ولاية المهدية حتى تتراجع المشاكل المتفرعة المشكلة البطالة النقطة الرابعة مدينة المهدية مدينة سياحية ولها جذر تاريخي عميق وكانت في يقطة من الأوقات دولة عاصمة لدولة تمتد حدودها من المغرب إلى مصر يجب بمراعاة هذا الأمر وتوظيفه في البرامج السياحية التي تهم ولاية المهدية وشكرا